تباح الخير مشاهدين بتوقيت الأمريكي هذا يومنا جديد آخر في الولايات المتحدة يحمل الكثير من المواضيع المتنموعة والتي يتابعها العالم والأمريكيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ونتابع وإياكم في ظل التصعيد العسكري في سوريا الولايات المتحدة تدمر أسلحة في منطقة ديرزور وتقول إن الضربة جاءت دفاعاً عن النفس بعد مشاركته في اجتماعات حلف النايتو أنتوني بلينكين يلتقي نظيره الإسرائيلي في مالطة ضمن مؤتمر وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أولي وآخر زيارة له كرئيس أمريكي جو بايدن يتعهد بدعم دائم لإفيقيا ويقدم مليار دولار لمساعدة دولها نتابع أيضاً معهد البترول الأمريكي يؤكد ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بما يزيد على المليون والمئتي ألف برميلة وقبل أن نستعرض وإياكم مواضيعنا هذه انتقالة إلى زميل الحسن الحدادي لنتصفح معه أبرز معاً ونتقو الصحف الأمريكية لهذا اليوم صباح الخير حسن صباح الخير زينة صباح الخير مشاهدينا الكرام أهلاً بكم في هذه الجولة في الصحافة الأمريكية في العنوين العريضة لهذا اليوم ولهذا الصباح نبدأ وهذه الجولة مع مقال في صحيفة والستريت جورنل جاء فيها أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس ترشيح حاكم ولاية فلوريدا راندي سانتس بدلاً من بيت هكسيث لمنصب وزير الدفاع تقول الصحيفة أن السبب وراء هذا التغيير المحتمل هو أن هكسيث مقدم البرامج السابق في قناة فوكس نيوز يواجه تدقيقاً متزايداً بشأن مزاعم اعتداءات جنسية نبقى مع ذات الصحيفة والستريت جورنل التي نشرت مقالاً آخر قالت فيه أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يتأرجح بينما يتبادل الجانبان إطلاق النار جاء في المقال أن القتال تجدد بين الجانبين بعد أقل من أسبوع من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حيث اتهم كل طرف الآخر بانتهاك الهدنة أضافت الصحيفة أيضاً أن تجدد القتال يسلط الضوء على الغموض الذي يكتنف الاتفاق بشأن كيفية تطبيق وقف إطلاق النار ننتقل إلى صحيفة أخرى نيويورك تايمز التي نشرت مقالاً تساءلت فيه كيف أدت سياسة الاستقطابات في كوريا الجنوبية إلى دفع البلاد في الانغماس في الأحكام العرفية تقول الصحيفة إن مرسوم الرئيس الكوري الجنوبي بفرض الأحكام العرفية الذي تراجع عنه تحت ضغط من المشرعين يعد تتويجاً لسنوات من الخلاف بين معسكرين سياسيين رئيسيين في البلاد أضافت أيضاً أن رئيس الكوري لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية حيث أنه فاز في الانتخابات الأخيرة بفارق أقل من واحد في المئة نختم هذه الجولة الصباحية في الصحف الأمريكية مع الواشنطن بوست جاء فيه أن سودان يعيش أسوأ أزمة يشهدها العالم تقول الصحيفة إن ما يحدث في السودان تم نسيانه وسط الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا مشيرة إلى أن الحرب دمرت واحدة من أكبر الدول في أفريقيا وأثارت كارثة إنسانية متواصلة وفقاً للصحيفة أيضاً فإن حوالي 26 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدات الغذائية في بلد يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم إذن مشاهدين كانت هذه أبرز العنوين العريضة للأخبار والمقالات الصحف الأمريكية لهذا الصباح وبالتأكيد سنتابع المزيد في أمريكا هذا الصباح مع زينا تفضلي زينا شكراً الحسن إذن مشاهدين قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن الجيش نفذ ضربة دفاعاً عن النفس استهدفت هذه الضربة أنظمة أسلحة شرقية سورية مضيفة أن الضربة لا علاقة لها بالتقدم الحالي الذي تحرزه المعارضة في البلاد وذكر المتحدث باسم البنتاجون باتشرايدر للصحفيين أن الجيش الأمريكي ضرب في وقت سابق من اليوم ثلاثة أنظمة الأسلحة وتشمل ثلاثة منصات إطلاق صواريخ متحركة ودبابة من طراز تي أربعة وستين بعد إطلاق قذائف باتجاه القوات الأمريكية في موقع الفرات للدعم العسكري وضف أن الجيش يحقق في مصدر الهجمات على القوات الأمريكية لكنه قال إن قوات مدعومة من إيران نفذت هجمات في الماضي من المنطقة وتبع أن قوات من الجيش السوري كانت موجودة أيضاً في المنطقة ويوجد نحو 900 جنديين أمريكيين في سوريا يمعكزون على مواجهة مصلحي تنظيم داعش الإرهابية وللمزيد تنضم إلينا من واشنطن مراسلة الحروف إجباعي أهلاً بك أطلعين لو سمحت أكثر على تفصيلات الضربة الأمريكية التي وجهت شرقية سوريا وما الذي أسفر عنها نعم زينا بالحقيقة هذه الضربة أتت دفاعاً عن النفس كما يحرص البنتاجون على توصيفها وهي لا علاقة لها بالأحداث الجارية في سوريا أي أن هذه الضربة نفذت بعد أن شن مقاتلون ومسلحون هجوماً بالصواريخ على القوات الأمريكية المتواجدة في موقع الفراط للدعم العسكري بعدها تم توجيه الضربة ويؤكد البنتاجون أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا لا تقاتل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي تشن هجمات ضد النظام السوري في تلك المنطقة أيضاً يؤكد البنتاجون أن التحالف أو التعاون مع قوات قصد فقط يقتصر على التعاون في إطار مهمة داعش وأن القوات الأمريكية الموجودة في تلك المنطقة تركز فقط على مهمة القضاء على هزيمة داعش وبطبيعة الحال الدفاع عن قواتها وقوات التحالف ضد أي هجمات تتعرض له أيضاً أكد البنتاجون بأن هناك قوات من النظام وأيضاً من ميليشيات مدعومة من إيران تنشط في تلك المنطقة وهي نفذت بالفعل هجمات ضد القوات الأمريكية في السابق وبالتالي من المرجح أن تكون هذه الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن هجمات الأمس وأيضاً هي التي كانت تستخدم أنظمة الأسلحة التي استهدفتها القوات الأمريكية أيضاً يؤكد البنتاجون أن لا خطط حتى الآن لتبديل أو تغيير إجراء أي تغيير في انتشار القوات الأمريكية في المنطقة تحديداً في سوريا وهناك نحو 900 جندي من القوات الأمريكية يعملون في إطار مهمة هزيمة داعش في إطار قوات التحالف وبعد التطورات الأخيرة في سوريا لا يبدو أن هناك حتى الآن خطط من البنتاجون لتعديل هذا الوجود هل من المتوقع أن تشون وزارة الدفاع الأمريكية والجيش الأمريكي ضربات أخرى في المستقبل القريب على سوريا في ظل الأوضاع الموجودة حالياً؟ نعم هذا الاحتمال قائم ليس فقط في سوريا إنما في العراق أو في أي مكان تجد القيادات العسكرية على الأرض طبعاً من القوات الأمريكية بأن هناك تهديد مباشر وواضح ووشيء كالذي حدث بالأمس وبالتالي يبقى هذا الاحتمال قائم القوات الأمريكية تشن عادة مثل هذه الضربات ضد ميليشيات مدعومة من إيران إن كان في العراق والسوريا وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة وهذا ما أكده البنتاجون نحن نبقى على استعداد دائم للدفاع عن جنودنا وعن مصالحنا وعن قوات التحالف في المنطقة ونبقى مركزين على مهمة هزيمة داعش ولن ننخرط في أي نشاط يرتبط بالحرب الأهلية كما أسماها البنتاجون الدائرة في سوريا منذ سنوات على العلم بأن الولايات المتحدة تصنف جبهة تحرير الشام التي تقود التطورات الأمنية في سوريا على لائحة الإرهاب طيب وفاءة هل هناك أي خطط استراتيجية لمنع تقاطع العمليات العسكرية الأمريكية مع العمليات الروسية للقوات الروسية المنتشرة في سوريا لمنع التصعيد أكثر في المنطقة نعم بالفعل هناك تواصل هناك خط ساخن مفتوح يتم استخدامه عند الحاجة وتم استخدامه بالفعل مؤخراً بين القوات الأمريكية وروسيا القوات الروسية العاملة في تلك المنطقة منعاً لأي سوء تقدير يؤدي إلى تفاقم الوضع يؤدي إلى ربما حسابات أو أنشطة غير محسوبة وطبعاً هناك تواصل مع دول المنطقة بما فيها تركيا من أجل خفض التصعيد ومنع تفاقم الأمور وفي محاولة لاحتواء الأزمة وهذا ما أكد عليه المتحدث باسم البنتاجون بالأمس وهذه الاتصالات بدأت منذ أيام الساعات الأولى لبدء هذه الأحداث المتسارعة في سوريا وأيضاً لابد من الإشارة بأن الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية هذه التطورات وهذا التدهور في الوضع بسبب لجوئها أو لجوئه إلى إيران وروسيا وعدم يعني التزامه بقرار مجلس الأمن وبالتالي السير بالعملية السياسية في سوريا أجباعي مراسلة الحرة كنت معنا من واشنطن ممتنى كثيراً لك على كل هذه التفصيلات نتابع مشاهدنا من سوريا إذ أبعدت قوات النظام السوري فصائل معارضة عن محافظة حماوصل البلاد إلى نحو عشرة كيلومترات وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال المرصد إن قوات النظام شنت هجوماً مضاداً على هيئة تحرير الشام وحلفائها بعد فشلها في السيطرة على جبل زين العابدين قرب مدينة حماو إثر معركة طاحنة وتسعى قوة النظام إلى رصد سفوفها إثر هجوم كاسح لقوة معارضة سيطرت فيه على حلب ومناطق واسعة أخرى الأسبوع الماضية هذا ويسود هدوء حذر سبع قرن في ريف دير الزور شرقية سوريا صباحاً هذا اليوم بعد أن شهدت الشباكات عنيفة أوقعت سبعة وستين قتيلاً وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان وأوضح المرصد أن مسلحين موالين للنظام السوري صدوا هجوم لقوات سوريا الديمقراطية الكردية سمرت نحو خمس عشرة ساعة منذ صباح أمس على هذه القرى ومواقع بمحيط مدينة دير الزور للمزيد من التفصيلات ينضم إلينا من القامش لشمال شرق سوريا مراسلنا من هناك هبر عثمان هبر أهلاً بك إذن حدثنا أكثر عن تطورات المعارك الميدانية بين قوات الجيش الجيش النظام السوري وقوى المعارضة وما الذي أسفر عنها حتى الآن وإذا ما كان هناك تقدم لقوى المعارضة في مناطق يسيطر عليها النظام بالطبيعة الحال حالياً الاشتباكات بين قوات هيئة تحرير الشام والفصالة السورية المتحالفة معها من جهة وقوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران من جهة أخرى حالياً تدور في الريف الشمالي لمحافظة حما نتحدث عن اشتباكات عنيفة في جبل العبدين وأيضاً قمحانة تدور في هذه الأثناء إدارة العمليات العسكرية لهيئة تحرير الشام المصنفة على لوائح الإرهاب قالت اليوم بأنها سيطرت على يعني معسكر سكاف ومعسكر السروج ومطار الشريعة الزراعي بالإضافة إلى بلدة الرصيف وبلدة الجيد في الجهة الشمالية من محافظة حما بالإضافة إلى السيطرة على بعض القرى في سهل الغاب هذه القرى هي بالطبيعة الحال تمثل الحاضنة الشعبية للرئيس السوري بشار الأسد بطبيعة الحال وكالة سانا الرسمية للأنباء أيضاً من جهتها قالت بأن جيش النظام تمكن من إبعاد فصائل هيئة تحرير الشام قرابة 20 كيلو متراً يعني عن مركز مدينة حما أيضاً تحدثت سانا عن نجاح جيش النظام بالتنسيق مع القوات الروسية في تأمين قرابة خمسين من طلاب وضباط الأكاديمية العسكرية من داخل حلب الذين كانوا قد فروا إلى بلدة الواحة في أطراف السفيرة وتم إيصالهم بشكل آمن إلى مدينة حمص أيضاً سانا قالت بأن بعض من جنود وضباط الأكاديمية كانوا قد قتلوا بين المعارك ضد هيئة تحرير الشام أيضاً الدفاع المدني السوري أكد جرح خمسة أشخاص من العائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف الطائرات الروسية لبلدة خان شيخون في أطراف إدلب إجمالاً نتحدث عن قرابة أكثر من أربعمائة قتيل منذ السابع والعشرين من نظمبر الماضي جراء العمليات العسكرية بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام السوري وكيف تبدو الأرضاع في مناطق تواجد قصد؟ بطبيعة الحال قوات سوريا الديمقراطية كانت قد أعلنت عملية عسكرية للسيطرة على سبعة قرى يوم أمس القوات الأمريكية كانت غير مشاركة بحسب مصادر رسمية أمريكية قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس سيطرت على قرية الطابية وأطراف قريتها الحسينية وأيضاً الصالحية هناك اليوم هناك هدوء حذر في تلك المناطق ليست هناك أي اشتباكات توصلت مع ثلاثة مصادر منفصلة في الريف الشرقي لدير الزور بعضهم أكدوا لي بأنهم عادوا إلى أعمالهم لكنهم قالوا لي بأن هناك مدنيين قتل جراء المعارك بخصوص الخسار البشرية هناك إلى الآن تم التوثيق مقتل 16 شخصاً بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وليس 67 شخصاً ثلاثة منهم من قوات سوريا الديمقراطية مدنيين والباقي من قوات النظام السوري طبعاً أيضاً نتحدث عن قصف للقوات الأمريكية على مطار دير الزور العسكري أسفر عن مقتل ستة من قوات النظام السوري أيضاً غارات من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية طالت أطراف بلدة المكمال القصف طالة أدة مناطق نتحدث عن الغبرة والجلاء وحسرات هنا ورود معلومات دقيقة عن حجم الخسار البشري والمادي هبار هل لديك تصور كيف يبدو الوضع على الحدود السورية العراقية والحدود السورية التركية باختصار لو سمحت فيما تعلق بالحدود السورية التركية هنا في مناطق شمال شرق سوريا أنا حالياً في مدينة القامشلي قوات سوريا الديمقراطية بطبيعة الحال منذ العام 2019 انسحبت من الشريط الحدودي إلى مسافة أكثر من 32 كيلو متراً لذلك الحدود آمن نستطيع القول بأن المنطقة بطبيعة الحال منزوعة من السلاح الثقيل فقط هناك تواجد لقوى الأمن الداخلي ليست هناك أي عمليات أو تقدم أو تحشد لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المناطق فيما تعلق بالحدود العراقية بطبيعة الحال الجيش العراقي على مدار سنوات منذ العام 2019 قام ببناء جدار كونكريتي بمسافة تسيطة عن أكثر من 100 كيلو متر يعني المنطقة فيها كاميرات وأيضاً أجهزة استشعار حساسة لمنع تسلل مسلحي داعش أو خنايا داعش بين سوريا والعراق يعني حالياً الوضع هذا ممتنى كثيراً لك على كل هذه الموطيات كنت معنا من القامش لشمال شرق سوريا مراسل الحرة برعثمان مجاهدين في لبنان أعلن وزير الصحة فرس أبيض أن عدد القتل اللبنانيين من جراء التصعيد الإسرائيلي بين حزب الله وإسرائيل وصل إلى 4047 قتيلاً منذ أكتوبر العام الماضي أتي ذلك في وقت ذكرت خلاله الوكالة الوطنية للإعلام بأن راعياً قتل بصاروخ أطلق من مسيرة إسرائيلية في مزارع شبعة كما سقدت قذيفة مدفعية على سهل مرجعيون هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد نسف بعد منتصف الليل منازل ومبان في بلدة الخيام حيث سمع دوي الانفجار في أحياء الجنوب كما نفذ عمليات تمشيط بالأسلحة في بلدات الخيام وكفركلة بالتزامن مع قصف مدفعي حذر الجيش الإسرائيلي النازحين اللبنانيين من العودة إلى قرهم جنوبية البلاد قائلاً إن كل من ينطق إلى هناك يعرض نفسه للخطر مؤكداً في الوقت ذاته عدم نية الجيش استهدافهم وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يحضر العودة لسكان بلدات شبعة والهبارية ومرجعيون والقنطرة وبنت جبال والمنصوري وميس الجبل ومروحين وعيت الشعب وعلم الشعب وعيترون ومارون الرأس وإبل السقي والبياضة والجبين إلى قطاع غزة عفوا حيث ذكرت مصادر طبيات فلسطينية بمقتل خمسة أشخاص غالبيتهم أطفال في قصف إسرائيلي على تجمع المواطنين في مخيم النصيرات والسوقطاع كما أفاد مراسل الحرة بأن فرق الإسعاف تمكنت من انتشال تسعة جثامين من مدينة رفح جنوبي القطاع عقبة أو عقبة قصف إسرائيلي على المناطق الشرقية للمدينة الليلة الماضية كما قتل ثلاثة أشخاص أصيب أخرون في غرات إسرائيلية على مدينة دير البلح ومخيم البريج واستقطاع غزة وفي مدينة غزة قتل شخص على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بنات زيتون جنوبية المدينة وللمتابعة أكثر ينضم إلينا من خانيونس جنوبي قطاع غزة مراسلنا سيف استواتي سيف أهلا بك حدثنا أكثر عن تطورات المشهد على الصعيدين الميداني والإنساني وأيضا حجم المساعدات نعم التحية زينة لربما نبدأ بالمشهد الميداني ونتحدث عن مقتل اثنين بالإضافة لعدد من الإصابات بعد استهداف تجمع للمواطنين في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة لترتفع حصيلة الضحايا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة إلى أكثر من سبعة عشر قتيل بالإضافة لعشرات الإصابات سواء في شمال قطاع غزة ومدينة غزة ووسط وجنوب القطاع على أي تحال ربما الأوضاع في شمال قطاع غزة نتحدث عن عمليات خروج للمواطنين والسكان من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة غزة وأحياءها المركزية بعد حصار الجيش الإسرائيلي لمراكز الإواء المتمثلة في مدينة بيت لاهيا وبالتالي إجبار السكان والنازحين على الخروج من شمال قطاع غزة تحت تهديد السلاح وعمليات القصف الجوي والمدفع على أي تحال ربما أيضا نتحدث عن توقف محطط الأكسجين داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وبالتالي حياة المرضى والجرحة باتت في خطر وذلك بحسب مدير المشفى الذي قال بأن تواقم الصيانة لا تتمكن من الخروج لإجراء صيانة في المحطة في ظل عمليات القصف وكذلك إلقاء طائرات المسيرة قنابل اتجاه ساحة المستشفى على أي تحال في جنوب قطاع غزة الدفاع المدني استطاع انتشال تسعة جثامين لضحايا ولكن من بين هذه الجثامين وصلت لمستشفى غزة الأوروبي قتيل كان معه كيس دقيق وكذلك ضن بعض الأوعية البلاستيكية وهذا اندل يدل أن من قتلوا في مدينة رفح كانوا في رحلة البحث عن الطعام خاصة ونحن نتحدث بأن منطقة المشروع الشرقي مدينة رفح هي الممر أو الطريق الذي تدخل منه المساعدات لوسط وجنوب قطاع غزة وكما المعلوم زينة هناك أزمة حادة في الغذاء والدقيق في وسط وجنوب قطاع غزة وبالتالبات السكان والنزحين يتوجهون إلى هذه المناطق من أجل الحصول على الخبز أو الطعام ولكن بالطبع هذه الرحلة غالبا ما تنتهي بالموت أو الإصابة في ظل عمليات القصف الإسرائيلية المتواصلة تجاه مناطق مختلفة من قطاع غزة أنتنا لك كثيرا مراسل الحرة سيف الصوت من قطاع غزة مراسل الحرة شكرا جزيلا لك في ضفة الغربية أعلنت مصادر فلسطينية مقتلفة متأثرا بإصابته برصاص القوة الإسرائيلية يوم أمس في مدينة القدس كما أفادت مراسلة الحرة أن مصوطنين هاجموا بلدتي بيت فوريكو وحوار جنوبية مدينة نابلس في الضفة وأضرموا نيران في منازل ومركبات للفلسطينيين من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قوات من الإدارة المدنية وحرس الحدود نافذت ليلة الماضية عملية هدم بناء غير قانوني قرب قرية بيت فوريكو وأثناء العملية تعرضت القوات لرشكم بالحجارة مما أدى لإصابة إثنين من أفراد حرس الحدود أفادت مراسلة الحرة بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم إثنين وعشرين فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة طيق القيلية وتوباس وشملت أيضا محافظات بيت لحم ورام الله والخليل ونابلس وذكر بيان لنادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين سيدة من الخليل وطفلان هذا بالإضافة إلى معتقلين سابقين للمزيد تنضم إلينا من رام الله الضفة الغربية مراسلتنا من هناك ثروات شقرة ثروات أهلا بك إذن ما هي آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية وماذا عن آخر تطورات حملات الاعتقالات زين قتيل وإصابات عدة في مناطق عدة في الضفة الغربية نبدأ من ما جرى في بلدة عقرب قضاء مدينة نابلس حيث تعرض مسن سبعيني للضرب من الجنود الإسرائيليين ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة وفقاً لإسعاف الذي نقله إلى أحد مشافي مدينة نابلس وأعلن رئيس البلدية عن مقتله وأكد لنا في اتصال هاتفي مع الحرة قبل ذلك كانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مخيم قلنديا جنوبي مدينة رام الله وأطلقت وابلاً كثيفاً من القنابل الغازية ما أدى إلى إصابة أكثر من 12 فلسطينياً بالاختناق بالإضافة إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي وبعد اقتحام استمر لساعات قليلاً سحبت القوات الإسرائيلية هذا يأتي بعد سلسلة اقتحامات جديدة لعدد من مناطق الضفة الغربية كما ذكرت زينة اعتقل على إثرها أكثر من 22 فلسطينياً وفق نادي الأسير الفلسطيني فيما يتعلق بهجمات المسلطين الجديدة التي سجلت في بلدة بيت فوريك قضاء مدينة نابلس وبلدة حوارة جنوب مدينة نابلس هذا الهجوم أسفر عن حرق منزلين وحرق عدد من المركبات ومحاولة حرق عائلة داخل منزلها وفقاً لشهادة سكان هذا المنزل في بلدة حوارة هذه الهجمات الجديدة تأتي بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم بؤرة استيطانية مقامة على أراضي بلدة بيت فوريك ولكن حتى مع عدم وجود هذا الحدث تتكرر اعتداءات المستوطنين على المنازل الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين الرئاسة الفلسطينية دانت في بيان لها ما وصفته بالعدوان الإسرائيل المستمر على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ودانت ما وصفتها بهجمات المستوطنين الإرهابية المستمرة في مناطق الضفة الغربية وقالت الرئاسة إن أكثر من ثلاثين هجوماً شنه المستوطنون خلال الشهر الماضي فقط تحديداً في محافظة نابلس ودانت أيضاً كل ما يجري وحملت الإدارة الأمريكية وقالت إن هذه الهجمات والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين مستمر بسبب الدعم الأمريكي السياسي والدعم الأمريكي العسكري ختاماً الخارجية الفلسطينية وهذه نقطة مهمة قالت إن هذه الهجمات جاءت بعد أن قام وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإلغاء اعتقال إداري بحق المستوطنين المعتقلين إدارياً وشجع ذلك تنفيذ المزيد من الهجمات وقالت أن العقوبات الدولية غير كافية لردع المستوطنين الإرهابيين على حد وصف هزينا شكراً الموصول لك على كل هذه التفصيلات كنت معنا من نرى ملّة من الضفة الغربية مراسلة الحرة فروة شقرة ردين الكرام أمريكا هذا الصباح متواصل معكم ماذا لدينا بعد هذا الفاصل؟ حسن شكراً زينا بالفعل لدينا الكثير في هذا الصباح بعد الفاصل فقط تقرير لجامعة ييل الأمريكية يؤكد أن طائرات روسية نقلت أطفال الأوكرانيين للتبني في روسيا من جديد أهلاً بكم مشاهدين دعونا نبقي عيناً على الأخبار العالمية في هذا الصباح حيث يشارك وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في مؤتمر وزراء خارجية منظمة الأمن وتعاون في أوروبا المنعقد في مالطا ويلتقي خلال المؤتمر بنظيره وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وقال بيان للخارجية الإسرائيلية أن ساعر سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين والممثلة العليا الجديدة للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالس فضلاً عن ضائره الأوروبيين وتتكثف الضغوط الأوروبية والأمريكية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات إليها هذا وجدد وزير خارجية الأمريكية أنتوني بلينكين التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوكرانيا ودعم مساعيها من أجل الحصول على عضوية حلف الشمال الأطلسي جاءت تصريحات بلينكين خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء وزراء خارجية دول الناتو في بروكسيل رحبنا اليوم بوزير الخارجية الأوكراني في هذا الاجتماع إلى جانب الممثلين للتحاد الأوروبي وفي هذا السياق أكدنا من جديد التزامنا بالدفاع عن أوكرانيا ودعم مساريها الذي لا رجعت فيه نحو عضوية حلف الشمال الأطلسي في الاتحاد الأوروبي نواصل التنسيق لضمان حصول أوكرانيا على الأموال والذخائر والقوات للقتال حسب الضرورة خلال العام المقبل أو القدرة على التفاوض ولكن من موقع قوة هنا معنا من العاصمة البلجيكية بروكسيل شهدي الكاشف مراسل الحرة من هناك شهدي أهلا بك صباح الخير شهدي ما هي ملفات النقاش والملفات التي على الطاولة في هذه القمة وهذا المؤتمر أهلا بك الحسن بالفعل كلمات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كانت وكأنها تقدم جردة حساب للإدارة التي قادتها الإدارة أمريكية الحالية لحلف الناتو باعتبار أن هذا هو الاجتماع الأخير الذي يشارك فيه بلينكين قبل تسلم ترامب وفريقي للسلطة في العشرين من الشهر المقبل هو عدد بالتأكيد إنجازات كبيرة من بينها كان التأكيد على انضمام أضوين جديدين لحلف الناتو وماس سويد وفنلندا في هذه المرحلة ما اعتبره بأنه افتبار حقيقي لوحدة الحلف وقوته الدفاعية هو الحرب المستمرة على أوكرانيا ووقوف الحلف إلى جانب أوكرانيا في هذه الحرب وضمان استمرار وجودها وبقائها وصمودها وهو اعتبر بأن مخرجات اجتماع وزراء خارجية للحلف في بروكسل اليوم هي التأكيد على استمرار الدعم المقدم لأوكرانيا ماليا وسياسيا وعسكريا والتأكيد أيضا على أن التزامات سد دول جديدة بتقديم حزم من المعدات القتالية لأوكرانيا من بينها صواريخ وأنظمة الدفاع وكذلك مدرعات وقذائف المدرعات هو تأكيد على أن الذي قدم لأوكرانيا حتى الآن هو أمر مهم ولكن القادم هو الأهم اعتبر بأن الولايات المتحدة قدمت 102 مليار يورو لأوكرانيا منذ بدء الحرب في مقابل 158 مليار قدمتها كل دول الحلف مجتمعة ولكنه قال أيضا أن الالتزام من قبل الدول العظمى السبع بتقديم 50 مليار في قادم المواعيد وكذلك 40 مليار من دول الحلف هو تأكيد آخر على استمرار دعم أوكرانيا ولكن ربما الأهم الحسن ما قاله في ما يتعلق بالشأن الشرق الأوسط وسوريا أيضا لأنها ربما المرة الأولى التي يوجه فيها الوزير بلينكين كلاما مباشرا للرئيس السوري بشار الأسد هو حمله مسؤولية ما يجري الآن في سوريا قال لو أن الأسد تعامل بمواقف إيجابية وعدم رفضه لعملية سياسية في هذه الفترة لما كان ذلك شجع هيئة تحرير الشام على التقدم وهذا الهجوم الكاسح على الأرض هو أيضا اعتبر بأن ذلك مؤشر مهم على أن حلفاء سوريا وتحدث هنا عن روسيا وتحدث عن إيران وتحدث عن حزب الله هذا دليل قال على أنهم مشتتون وأنهم صنعوا لأنفسهم مشاكل والآنية التي تعيقهم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية اعتبر بأن إذا ما أراد الرئيس بشار الأسد الخروج من هذه الأزمة فعليه أن يتعاطى بجدية مع عملية سياسية ذات مغزى من أجل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا كما قال ابنك نعم شكرا جزيلا شهدي الكاشف من بروكسل مراسل الحرة من هناك شكرا لك الآن مشاهدين نتحول إلى غرفة الأخبار معنا من هناك زميلة ريم بو حسن لنتعرف معها على أبرز ملفات الحرة الليلة صباح الخير ريم أولا كيف الأجواء الباردة معك في هذا الصباح وماذا لدينا من أخبار في الحرة الليلة تفضلي صباح الخير الحسن بالفعل هي أجواء باردة جدا كانت في هذا الصباح لكن هذه الأجواء الباردة لا تنعكس على الأجواء الساخنة التي سوف نناقشها في ملفات الحرة الليلة لهذه الليلة الحسن هناك العديد من الملفات طبعا تبقى العين على التطورات الكبيرة التي تشهدها سوريا خاصة في مناطقها الشمالية الغربية لكن سوف نركز على استهداف الولايات المتحدة لبعض الأسلحة في الشرق وسوف نركز على مجموعة من التساؤلات مثلا عن هذه الاستهدافات لهذه الأسلحة نترف عليها ونتعرف أيضا عن إن كانت هذه التطورات تؤثر ومتى يمكن أن تؤثر أيضا على المصالح الأمريكية وعلى المصالح الإسرائيلية الملف الثاني طبعا فيما يتعلق بقطاع غزة ولكن اليوم سوف نتحدث عن موضوع إجلاء الفلسطينيين من بعض المناطق في الشمال شمال القطاع خاصة بيت لاهية وإن كانت إسرائيل قد نجحت في تنفيذ خطتها خطة الجنرالات وإن كانت لديها النواية من أجل إعادة احتلال قطاع غزة مرة ثانية على الرغم طبعا الحسن ومشاهدين من المعارضة الدولية سوف نتحدث في ملفنا الثالث في الساعة الأولى عن التطورات في السودان عن الجهود الدولية عن الجهود الإقليمية أيضا من أجل احتواء هذا الصراع وهذه الحرب المستمرة منذ حوالي عامين في ساعتنا الثانية سوف نستمر مشاهدين في الحديث عن الملف الإيراني الآن واليوم سوف نتحدث عن موضوع مرتبط بالهجمات الإسرائيلية على إيران وعن كيف كشفت الضعف في المنظومة الدفاعية الجوية الإيرانية وإن كانت قد أضرت بهذه المنظومة أيضا نطرح مجموعة من التساؤلات حول ذلك في الملف الأخير طبعا تابعتم مشاهدين هذه التطورات اللافتة التي شاهدتها كوريا الجنوبية أمس وسوف نتحدث عن هذه التطورات لكن أيضا نتطرق إلى رؤية الولايات المتحدة لهذه التطورات إذن مجموعة من الملفات العديدة الساخنة الحسن والتي سوف نتابعها بعد حوالي أربع ساعات في الحرة الليلة بالفعل تبدو الملفات ساخنة من المحيط إلى المحيط على كل شكرا جزيلا ريم بوحسن هي كذلك بالفعل شكرا جزيلا ريم بوحسن على عرض ماذا لدينا في الحرة الليلة بالتأكيد سنتابع والمشاهد سيتابع ساعتين كاملتين من الحرة الليلة تحياتي أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستقدم مليار دولار لمساعدات اللاجئين والنازحين جراء الجفاف أو النزاعات في دول أفريقية في جنوب الصحراء وذلك في كلمة ألقاها في لواندا عاصمة أنجولا التي وصلها الاثنين في أول زيارة له كرئيس إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المساعدات ستخص لمواجهة عدم الأمن الغذائي واحتياجات طريقة للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة في 31 دولة أفريقية وتعاني دول جنوب الصحراء الأفريقية من موجات جفاف تعد بحسب بعض التقديرات الأسوأ منذ نحو قرن وتتسبب بخسائر هائلة في المحاصيل والماشية تحدث تقرير أكاديمي أمريكي عن برنامج روسي لتجريد الأطفال الأوكرانيين قصرا من هوياتهم لتحويلهم إلى الجنسية الروسية تقرير كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأمريكية ذكر أن أكثر من 300 طفل نقلوا جوا من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى روسيا في بداية الحرب وفقا للتقرير فقد وضع هؤلاء الأطفال مع أسر الروسية لتبنيهم وذكر مسؤول في الجامعة أنه من المقرر تقديم نتائج التقرير لميلس الأمن الدولي اليوم ويهدف التقرير إلى دعم اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الصدد هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول الحرب الروسية على أوكرانيا وصون السلام والأمن في أوكرانيا وكذلك مشاهدين للمزيد حول هذه الجلسة ولمعرفة ماذا سيدور فيها ينضم إلينا من هناك مراسل الحرة توني نداف لنتعرف معه أكثر حول ملفات هذه الجلسة توني أهلا بك صباح الخير بداية قبل أن نبدأ في نقاش هذا الجلسة أنت في غرفة دافية ولكن كيف هي الأجواء في نيويورك هذا الصباح أجواء الطقس يعني الطقس فعلا بارد جدا إذا كانت الأجواء عندكم في فيرجينيا وواشنطن باردة فنيويورك بعد أكثر بكثير نظرا للانخفاض الكبير في درجات الحرارة الذي شهدناه في الأيام القليلة خاصة في الساعات الأولى من الصباح وأنت في طريقك الحسن إلى المكتب أو إلى مقر الأمم المتحدة كما هي حالي ولكن بالانتقال إلى وصول إلى مقر الأمم المتحدة طبعا اليوم سيعقد مجلس الأمن هذه الجلسة بشأن أوكرانيا التي دعت لها الولايات المتحدة التي ترأس المجلس لهذا الشهر شهر ديسمبر الجاري وبالفعل بحسب مصدر مسؤول في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أكد للحرة أن هذه الجلسة سوف تركز على شقين النقل القصري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا والجهود الروسية المنهجية لمحو هويتهم الأوكرانية وأيضا ستصلت الدوء على التأثير الأوسع للحرب على أطفال أوكرانيا بما في ذلك تدمير مستشفيات الأطفال والبناء الأساسية للطاقة وحرمان الأطفال من الذهاب إلى المدرسة سيتخلل الجلسة إحاطة للمديرة التنفيذية لليونيسف وكذلك إحاطة أخرى لمدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية الصحة العامة في جامعة ييل الذي سيعرض طبعا نتائج التقرير الذي صدر في هذا الصياق عن جامعة ييل وخبير قانوني مقيم في كييف يعمل على قضايا تتعلق باختطاف الأطفال الأوكرانيين سيقدم أيضا إحاطة وطبعا الإطار العام لهذه الجلسة التي ستنعقد في تمام العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك يعني يتركز ويتمحور عند التقرير الصادر عن هيئة بحثية تعرف بمرصد الصراع هي عبارة عن اتحاد يجمع عدد كبير من الباحثين ويشمل مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية الصحة العامة في جامعة ييل الذي قام بتجميع معلومات وبيانات متعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وخلص هذا التقرير للتأكيد بثقة عالية أن روسيا نقلت قصرا أو قامت بترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين وانخرطت في عمليات التبني القصري والحضانة المنهجية والمتعمدة والواسعة النطاق لأطفال أوكرانيا ووفقا للتقرير فقد أمر بهذا البرنامج ويسره الرئيس بلاديمير بوتين نفسه إلى جانب مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا ليفوفا بيلوفا وممثلين عن كل مستويات الحكومة الروسية بقصد ما أصبح يعرف الآن بروسنة الأطفال الأوكرانيين لحرمان أوكرانيا من مستقبلها في بيانة رسمية صدر على المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا تومس كرينفيلد عشرية معيقاد هذه الجلسة أوضحت فيه أنها التقت أشخاصا أو بالأحراب التقت شخصيا بعائلات تأثرت ببرنامج التبني والترحيل القصري في روسيا واستمعت إلى قصصهم المحزنة وبعدتهم بأنها ستعرض هذه القضية على مجلس الأمن وهذا بالفعل ما سيحدث اليوم بناء على دعوة الولايات المتحدة لهذه الجلسة التي سترأسها جرينفيلد بعد قليل طبعا ونحن سنقوم بمتابعتها وأود الإشارة أن على جدوى الأعمال مجلس الأمن عنوان هذه الجلسة هو أوكرانيا وأطفال الحرب طيب بالتأكيد سنتابع مخرجات هذه الجلسة شكرا جزيلا توني نداف مراسل الحرة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك يسود وترقب لرؤية الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا عند عودته للبيت الأبيض الشهر المقبل وذكرت وكالة رايترز أن مقترحات مستشارية ترامب تتضمن تنازل عن أجزاء كبيرة من البلاد لروسيا وتشمل المقترحات وأيضا تخلي عن انضمام أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي نيتو ونقلت رايترز عن مسؤولين أمريكيين سابقين وخبراء تشكيك بقدرة ترامب على إنهاء الحرب سريعا كما وعد توقع هؤلاء أن يتمهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الدخول بالمفاوضات لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة دانت الولايات المتحدة ما وصفته بالاستخدام غير القانوني لخراطيم المياه والمناورات الخطيرة التي تقوم بها الصين في بحر الصين الجنوبي وقالت سفيرة الأمريكية في الفلبين أن تصرفات الصين عطلت العمليات البحرية الفلبينية وعرضت الأرواح للخطر أضفت أن الولايات المتحدة تتقف مع خلفائها لدعم منطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة قدم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية اقتراحا لعزل وزير الدفاع كيم يونج يونج بعد محاولة الرئيس يونج سيوك يول فرض الأحكام العرفية والتي عرق لها نواب البرلمان وقدم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي استقالتهم بشكل جماعي بعد فشل محاولته في فرض الأحكام العرفية في البلاد بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباب وقالت الوكالة إن من بين من قدم استقالتهم رئيس ديوان الرئاسة ولما ترد الرئاسة الكورية الجنوبية على هذا التطور وفقا لما ذكرته وكالة فرانس بريس هذا وتقدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء باختراح الاتخاذ إجراءات حقيقية لعزل الرئيس يون سوك يول الذي يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه أو عزله وذلك بعد ساعات من إلغاء العمل بالأحكام العرفية التي تم فرضها لفترة وجيزة ودفعت قوات الجيش لتطويق البرلمان قبل تصويت النواب على إلغاء قرار فرض الأحكام العرفية ويتطلب عزل الرئيس دعم ثلثي البرلمان للإقتراح إضافة إلى دعم ما لا يقل عن ستة من قضاة المحكمة الدستورية الآن ننتقل مجددا إلى زميلة زينة لنتابع بقية فقرات أمريكا هذا الصباح العودة لك زينة دعوا على الحسن شكرا جزيلا لك قال تشاد كرونستر مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لرئاسة إدارة مكافحة المخدرات إنه لن يسعى إلى شغل هذا المنصب كرونستر الذي يقود شرطة مقاطعة هيلزبرو بولاية فلوريدا قال إنه يخطط لموصلة عمله الحالي لخدمة المواطنين في هذه المقاطعة واكتأفى كرونستر بالقول على وسائل التواصل الاجتماعي إن مسؤولية إدارة ملف المخدرات تحظى بأهمية كبيرة ولها ثقل كبير وأشعر إلى أنه خالص لضرورة أي انصحبة من التصدي لشغلها للمزيد والمتابعة أكثر ينضم إلينا المحرر الزميل من غرفة الأخبار أثير عادل أثير سباح الخير إذن هذا ليس الانسحاب الأول لمرشحي ترامب لتسنم المناصب اليوم عمدة مقاطعة هيلزبرو في ولاية فلوريدا انصحب من ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإدارة مكافعة المخدرات ما أسباب هذا الرفض وكيف سيؤثر بالتالي على اختيارات ترامب المستقبلية لتشكيل إدارته نعم صباح الخير تزينا ومساء الخير لكل مشاهدين طبعا منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم السبت الماضي رئيس المنتخب ترشيح هذا المرشح وهو ضابط شرطة قدير في ولاية فلوريدا لتولي هذا المنصب توالت الانتقادات الجمهورية وفي دوائر اليمين في الولايات المتحدة لهذا الترشيح كون هذا الضابط قام بتنفيذ أوامر سابقة خلال جائحة كوفيد أوامر الحضر وهذا الأمر أزعج بعض الجمهوريين وخاصة أنه قام باعتقال قس تجاهل أوامر الصحة العامة في ولاية فلوريدا من خلال القيام بخدمات كنسية عامة في مارس 2020 وهو الشهر نفسه الذي أعلنت في منظمة الصحة العالمية كوفيد 19 جائحة وأعلن الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى حالة الطوارئ العامة بسبب هذا الأمر طبعا هناك شخصيات نواب من الجمهوريين انتقدوا هذا الترشيح وطالبوا باستبعاد تشاد كرانستر من هذا المنصب وكذلك جمعيات خاصة بضباط إنفاذ القانون من المحسوبة على اليمين أعربت عن صدمتها وفزعها أيضا من هذا الترشيح ما يشير كما تقول بعض وسائل الإعلام الأمريكية إلى السطوة والقوة التي يتمتع بها اليمين في الولايات المتحدة على اختيارات الرئيس دونالد ترامب هنا عندما يختار ترامب شخصية لترشيحه لأي منصب ما ألا يكون لديه عالم بردود أفعال داعمه من الحزب الجمهوري أو العناصر اليمينية الداعمة له نعم الملاحظ أن الرئيس دونالد ترامب يسعى من خلال ترشيحاته إلى حجد الدعم من اليمين لهذا الأمر ولاحظنا أن هناك وقوف من اليمين بجانب المرشحين الذين أثير حولهم لغط ممن قدمهم الرئيس دونالد ترامب في إدارته المقبلة مثل المرشح لوزارة العدل الأمريكية مات جيتس الذي هو عضو سابق في المجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا واضطر أخيرا إلى الانسحاب من السباق بسبب اتهامات بسوء سلوكه وبعد أن عرف بأن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الكونغرس لن يدعموا شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة أثير عاد الأزميل والمحرر من غرفة الأخبار ومتنى كثيرا لك على وجودك معنا في الستوديو شكرا جزيلا يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التوجه يوم غد الخميس إلى ولاية نيويورك لتكريمه في حفل توزيع جوائز سنوي يقام برعاية فوكس نيوز بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء هذا من المقرر أن يحصل ترامب على جائزة فوكس باتريت لهذا العام بحسب ما كتبه على منصته لتواصل الاجتماعي تروث سوشال أيضا أعلنت وكالة إدارة أطوار الفيدرالية فيما عن سعيها لتسهي القيام المجتمع الأمريكية الأصلية والتي عانت العديد منها من أجل الحصول على المساعدة بعد الكارثة تقدم بطلب للحصول على المساعدة الفيدرالية الوكالة قالت أنها ستغير من أشهداتها بشأن إعلانات الكوارث القبلية من خلال تمديد المواعد النهائية الرئيسة وخفض مبالغ الأضرار الدنيا والسماح للحكومة بتغطية حصة أكبر من الأضرار بعد الكارثة تأتي التغييرات بعد سنوات من الاجتماعات والملاحظات من أعضاء أكثر من 135 قبيلة معترف بها فيدرالية للمساعدة في التعافي من الفيضانات وحرق الغابات والكوارث الأخرى وبسبب بنيتها التحتية المتفرقة لم يستوفي البعض حد الضرر الأدنى والبالغ 250 ألف دولار ترجمة نانسي قنقر انتقد السيناتور ريتشارد بلومنتل بشدة الرسوم التي تفرضها شركة طيران على الأمتعى وحج المقاعد وقال إن شركة طيران تبحث عن سبل جديدة لانتزاع المزيد من الأموال من الركاب ويعقد بلومنتل الذي يرأى سأل لجمال فرعية دائمة لتحقيقات جلسة استماعاً يوم الأربعاء مع إدلاء مسؤولين تنفيذيين من شركات بشهادتهم وكشف تقرير نأذره بلومنتل الأسبوع الماضي أن شركات طيران الخمسة حققت مشرمعات مبلغ 12.4 مليار دولار من الإرادات من رسوم المقاعد ما بين عامي 2018 و 2023 سجل مؤشر أسهم الأسواق الأمريكية ارتفاعاً وذلك بعد ساعات من تسجيل مؤشري ستاندرد أمباورز ونازات مصويات قياسية عند الإغلاق أمس الثلاثاء يأتي هذا الانتعاش تزامناً مع توقعات المستثمرين لجملة من البيانات الاقتصادية في حين تترقب الأسواق المزيدة من بيانات الوظائف التي ستصدر الجمعة كما تترقب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الحصول على دائل أكثر من توقعات أسعار الفائدة الأمريكية أفدت مصادره بالسوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات النفط الخامي والبنزين في الولايات المتحدة وقالت المصادر التي طلبت من رويترز عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر المنصرم وأضافت أن مخزونات البنزين ارتفعت بنسبة 4.6 مليون برميل كما زادت مخزونات نواتج التقطير بمليون برميل تكبدت شركة جنرال موترز الأمريكية لصناعة سيارات نحو 5 مليارات دولار في الربع الأخير من العام الجاري بسبب الأداء الضعيف للمشروعات المشتركة في الصين وقالت الشركة في بيان إن لجنة تطقيق التابعة لها خلوصات إلى أن الانخفاض المادية في حصاتها في الشركة الصينية كان ضرورياً بعد أن وجدت أن الخسارة المادية في قيمة استثماراتها في المشاريع المشتركة في الصين لم تكن مؤقتة شرعت المحلات في نيويورك في التزيين احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة وبدأت مظاهر الزينة على واجهات أبرز المحلات في شوارع نيويورك واستعملت أبرز المتاجر أحدث الأزياء والتكنولوجي الجديدة لجذب المتابعين في وقت تشهد خلاله شوارع المدينة أكبر نسبة حضور ومتابعة لسياح في هذه الفترة من السنة وزادت الأضواء من جمال شوارع الرئيسة حيث ستكون معظم عروض نوافذ العطلات مخصصة لجذب المتسوقين حتى نهاية موسم العطلات في الشهر يناير حضر أبرز نجوم فيلم Lord of the Rings كيت بلانشت وآيان مكلين إلى العرض الأول لفيلم Worm of the Rohram في لندن وهو من نوع جسوم المتحركة نجوم الفيلم في نسخته الكرتونية حضروا العرض الأول للفيلم الذي تجري أحداثه قبل 183 عاما من الأحداث المسجلة في ثلاثية الأفلام الأصلي كانت هذه ملفات عديدة نقشناها في أمريكا هذا الصباح لهذا اليوم كل هذه المواضيع مشاهدين بالتأكيد تناولناها في هذه الحلقة يمكنكم متابعتها ومشاركتها عبر مواقعنا ومنصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لكم على المتابعة